السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن الشباب دور الشباب في تنمية المجتمع الشباب هي المرحلة المهمة من مراحل حياة كل انسان الشباب هي مرحلة الحماس مرحلة القوة والفتوة مرحلة الاندفاع ويلاحظ عبر التاريخ ان رجال الاصلاح وعلماء الاجتماع والنفس والتربية وكذا اهل الفكر ورجال السياسة كلهم يعتنون عناية كبيرة بامر الشباب لان الشباب هم عماد كل امة وسر نهضتها الشباب هم مصدر الطاقة وهم حملت المشاعر وهم وقود وطلائع الحركات الاصلاحية في مختلف العصور وحركات التحرر والانعتاق الشباب اما ان يبني المجتمع واما ان يساهم في تدميره لهذا وجب الاهتمام بهذه الفئة من ابناء الامة ومن ابناء المجتمع دوما نرجع الى الدستور الاعلى الذي نؤمن به جميعا وهو القرآن العظيم القرآن الكريم تكلم عن الشباب في اكتر من موضع وذكر بانهم يحملون لواء الاصلاح ولواء التغيير اي مجتمع راقد الذي يحرك هذا الركود هم الشباب بافكارهم وتطلعاتهم للمستقبل مثلا يحكي ربنا عز وجل عن ابراهيم عليه السلام ماذا قال عنه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم سمعنا فتى حينما بدأ ابراهيم الخليل عملية الاصلاح والتغيير في مجتمعه بالعراق في ذلك الزمن القديم كان شابا يافعا لهذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم وتكلم ربنا عز وجل عن وقعت اهل الكهف حيث كان هناك حاكم يسمى ديقليديانوس وكان مستبدا وانبطح الناس كلهم حوله الا هؤلاء فتية انهم فتية امنوا بربهم وربطنا على قلوبهم وزناهم هدى سماهم ربنا فتية انهم فتية فالشباب يسميهم القرآن فتية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال ابراهيم انهم فتية امنوا بربهم دائما يسميهم فتية لان الفتوى القوة والاندفاع وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم ايضا عن هؤلاء الشباب يكفي ان نعلم بان الشباب هم انصار الانبياء والمرسلين لان حياة البشرية فيها صراع بين الحق والباطل بين الخير والشر هناك حركات تحرر والانعتاق دات طابع سياسي ولكن ايضا هناك حركات اصلاح دات بعد عقدي فكري تربوي اخلاقي يقودها الانبياء ويقودها المرسلون لاحظنا بان جميع الانبياء كان معهم الشباب لانهم الاتقى قلبا والانقى سلوكا يكفي ان نرى رجال حول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جلهم كانوا من الشباب صحابة امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه معظمهم كانوا الشباب سيدنا النبي كان يعتمد على الشباب في الاصلاح وفي التغيير كانوا الاثرع الاستجابة ونصرة للدعوة كان يجمعهم وتخرجوا من مدرسة وهي دار الارقم ابن ابي الارقم دار مباركة كان يجتمع معهم وكانوا ينهلون وكانوا ينهلون من توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول نصرت بالشباب نصرت بالشباب لانه لما كان وحينا كان اميا لا يقرأ ولا يكتب وكان فقيرا وجاء بدعوة عالمية جاء من اجل الاصلاح الفكري والعقدي والاخلاقي والاقتصادي والسياسي اصلاح شامل في كل مناحي الحياة ليس معه لا ثروة ولا جاه ولا سلطة معه ايمانه ومعه ثلة من الشباب الصالحين الذين ساهموا معه في نصرة الدين لاحظوا معنا اي الاحباب الكرام جميع التدبير التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل المسؤوليات الكبيرة لمن؟ للشباب هناك مسؤوليات تريد من الانسان الحكمة والرزانة يعطيها لبعض الكبار لكن المسؤوليات التي فيها فيها الحركية وفيها الإبداع وفيها التحلق بالحياة والنظر الى المستقبل كان يوكل مهمها الى الشباب مثلا لما سوف يقيم جيشا باكمله فيه مجموعة كبيرة من الرجال العظماء مثل ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابن طالب هذا كبارا ولكن لما اراد ان يختار قائدا للجيش يكون في المقدمة ويدافع بكل قوة واريحية اختار شابا عمره لم يتجاوز 18 سنة وهو اسام ابن زيد لان الشباب قوة الشباب فتوة اراد ان يضع روح الشباب في مكانها الصحيح بل ولما كان يضع بعض المهام كالقضاء مثلا الذي كان فيه نزاعات بعد مناطق فيها نزاعات كان يضع قضاء شباب مثلا وضع معاد ابن جبل ولاه القضاء في اليمن وكان عمره حوالي لم يصل بعد الى ثلاثين سنة اقل من ثلاثين سنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على الشباب في الاصلاح وفي النهضة بالامة وفي كل ما يتعلق بالبناء والتغيير لهذا صار عند العقلاء بان نجاح الامم يرجع الى مقدار علو همام الشباب كل وطن كل بلد عندنا مؤشر نعلم الى اين يسير هذا البلد اذا كان الشبابه عندهم همه ورغب في الاصلاح والتغيير الى الافضل نقول بان مستقبل هذا الوطن سيكون بخير واذا كان عكس ذلك شباب يسير نحو المخدرات ونحو التفاخات نقول بان المؤشر ينحن نحو الهبوط والعياد بالله م منع there فترة الشباب هي فترة قوة بين ضعفين بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة المجتمع فيه طفولة فيه الشباب فيه شيخوخة الذي يقدر على العمل والذي يقدر على الإنجاز والذي يقدر على الخدمة والذي يقدر على الإصلاح هو الشباب الطفل لا يستطيع والعجوز أيضا لا يستطيع وإنما فترة الشباب هي القوة المجتمعات التي تحتوي على نسبة كبيرة من فئة الشابة هي مجتمعات قوية وينظر إليها بتفاؤل في المستقبل نحن في مغربنا العزيز نحن نرى بأن الفئة الأكثر في بلادنا هي الشباب بل ليس فقط في مغربنا في الوطن العربي الوطن العربي برمته بل والأمة الإسلامية برمتها أكثر من نصف سكانها هم من الشباب أكثر من 50% وبعض الدول تزيد إلى 65% بمعنى أن مؤشر التنمية البشرية الشباب عندنا كثير ولله الحمد بخلاف العالم الغربي أوروبا مثلا صارت تسمى بالقارة العجوز أوروبا مكونة من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا ومجاورها هذه أوروبا تسمى الآن بالقارة العجوز لأن فقدوا الكثير من حيوية الشباب وصاروا مضطرين لفتح باب الهجرة هم محتاجون إلى استقطاب شباب جدد ليعمروا لهم الحياة ببلدانهم فعلينا النائب أننا نحن في مركز قوة ولله الحمد والشباب ينبغي أن يتم استثماره لكي يعمل جديا لكن حينما يغيب دور الشباب عن ساحة المجتمع حينما يحكم على الشباب بأن يتراجع إلى الوراء هنا الوطن والبلد والمجتمع والأمة كلهم تتسارع إليهم بوادر الركود وتتوقف عندهم عجلة التقدم ويسيرنا حول الانحضار وللأسف هذا ما قد نلاحظه في بلادنا وفي بلاد أخرى من الوطن العربي والإسلامي والسؤال المطروح من المسؤول عن إفساد عقول الشباب من المسؤول عن ضعف قوته وهمته من المسؤول عن إخراج جيل لا يتحمل المسؤولية من المسؤول عن فئة من الشباب ما عندهم رغبة في الدفاع عن الوطن ولا في المساهمة في تنميته رغبتهم إما في تناول المخدرات وإما في الهجرة خارج أرض الوطن وإما في التطرف الديني وإما 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 لعل مشكلة الشباب هي تنبع بالأساس من الخلل الذي يشتاح السياسة التعليمية السياسة التربوية والتنشئة الاجتماعية كلما كان هناك خلل في هذه السياسات الشباب يعاني من الضياء وكذلك السياسات المرتبطة بالإعلام وبالتشغيل إذا فقدنا البوصلة في هذه القطاعات الحيوية التربية التعليم الإعلام التشغيل هذه أمور مهمة تساهم في التنشئة الاجتماعية والسياسية لأبنائنا يكفي أن نلاحظ بأن العديد من طلاب الجامعات حينما يتخرجون كل سنة نتأسف أن هناك فئة عريضة لا يستفاد من طاقتهم أي نعم هناك فئات محظوظة تجد العمل المناسب وتسير في الطريق طريق الفلاح لكن هناك فئة أخرى تشعر بأنها ضائعة وبعد برهة من الزمن لما يبحثون عن عمل يغيرون من اتجاهاتهم الدراسية عوضة أن يعمل في مجاله تره ربما قد ينحو إلى منح آخر ليكسب قوت عيشه ولهذا نجد بأن أكبر تهديد يهدد طاقة الشباب هي البطالة البطالة هي من المحوقات الكبرى التي تقابل الشباب وتجعلهم غير قادرين على الاندماج في المجتمع وغير قادرين على الإنتاج وهذا يضر بالمجتمع قبل أن يضر بهم لهذا الأمر يفرض ضرورة مشاركة كل قوى المجتمع في وضع استراتيجية مستقبلية تتبنى جيل الشباب وتساعده على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبيله الشباب لا بد أن يساهم في كل قطاعات الحياة وأول شيء هو أن نوفر له تعليما جيدا وأن نلقنه طرقا وأساليب حديثة لأن بالعلم يرتقي الإنسان بالعلم يستطيع أن يساهم في العطاء بالعلم يستطيع الشباب أن يكونوا قادة ثم بعد ذلك لا بد من توفير فرص العمل المناسبة للشباب لأنه لا يعقل أن نعلمهم ثم نتركهم هكذا في الضياء لا بد أن نفكر خلية تفكير قوية نستفيد من المهارات نستفيد من فرص العمل والتشغيل ثم لا بد أن يتم مساعدة هؤلاء الشباب إلى توسيع الثقافة والتكوين المستمر لا بد أن يمنح فرصا جديدة الفرصة الثانية والفرصة الثالثة ليس كل من فشل أو ضاعت له الفرصة نقول لقد أخطعت الطريق أفاتك القطار أبدا ليس هناك قطار يفوت هناك قطار آخر يأتي من بعده والثالث ورابع وخامس هناك فرص متجددة تمنح لهؤلاء الشباب تساعدهم على تطوير مهارتهم ليساهموا في العمل والعطاء ولابد أيضا من الاستماع الجيد لأفكار الشباب وهمومهم وتطلعاتهم لابد أن يمنحوا قسطا واسعا من الحرية حرية التعبير يتحدث بكل أريحية وعلينا أن نتخلى عن سياسة التخويف أو سياسة الترهيب لم تعود مجدية لابد أن تكون هناك حرية مسؤولة لكي يستطيع الإنسان أن يعبر عن أفكاره وينمي مهاراته وبالتالي يستطيع هؤلاء الشباب أن يتجهوا اتجاها ناجحا للمساهمة في بناء المجتمع موضوع الشباب أيها الأحباب الكرام موضوع دون سجون ونحن في أمس الحاجة لكي نتحدث عن هذا الموضوع ولعل المشكلة الأكبر عند هؤلاء الشباب يبدأ من مدى موقفه من الدين موقفه من الدين ربما يظنون بأن الدين فرض عليهم المجموعة من المحرمات هل صحيح هذا؟ الشباب مشكلة الكبرى يخشى يقول بأن هذا الدين فرض أبدا أبدا هذه أوهام وأفكار خاطئة الدين بالعكس لم يفرض على الشباب أي قيود هو الدين الإسلامي الحنيف لا يحارب الشهوة ولا يحارب الغرائز بل يعترف بها لكنه مدى يفعل الدين يعمل على تهذيب هذه الشهوات وعلى تهذيب هذه الغرائز لأن بعض الشباب يتمنى الحرية في أن نعطيه المجال لربط علاقات عاطفية بغيره قيود أبدا الدين نظم وهذب وقنن هذه المسائل بما يعود بالمصلحة على الجميع وقد وضع لنا سنة الزواج فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لطالما رب الزواج لأنه نصر بهم كان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء خطاب للشباب لكي يحافظوا على القيم الأخلاقية القيم الأخلاقية هي نبراس المجتمع وهي المشعل الذي يضيء أنوار هذا المجتمع إذا ضاعت القيم الأخلاقية ضاع المجتمع إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فالنبي الكريم كان يوصي الشباب بأنه إذا جاءته الشهوى أو شعر بالغريزة تخاطبه فأعطاه بديلا عن الفساد وعن العلاقات الآثمة قال لي هو الزواج من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج إنسان يغض بصره ويحمي نفسه إلى أن يأتي الله بالفرج من لم يستطف عليه بالصوم؟ لكن ليس كل الشباب هكذا مرة جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحوله الصحابة لم يقتنع بهذه النصيحة النبوية أنه يصوم لا يمكن أن يصوم بالنسبة إليه فجاء أرد أن يأخذ إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا أيها الأحباب الكرام هذه الرواية القصيرة جدا فيها معاني كثيرة كيف أن الشاب في المجتمع الإسلامي الأول يشعر بكامل الحرية لكي يتكلم ويعبر عن أفكاره وعن أحاسيسه وعن مشاعره يعبر أمام الملأ وأمام شخصية عظيمة أعظم شخصية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد مكان مقدس دخل هذا الشاب إلى المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أعداد كبيرة من فضلاء الصحابة فوقف أمامه وقال يا رسول الله قال نعم ماذا بك قال يا رسول الله عندي طلب قال أطلب قال ائذلي بالزنا ائذلي بالزنا لاحظوا هذه جرأة كبيرة أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هناك جيوب المقاومة الذين يرفضون مثل هذا الكلام فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا له ما أسكت كيف تخاطب النبي المصطفى وهو خير خلق الله وفي المسجد وأمام الملأ وتقول عندي طلب ظنك الناس أنك تريد مساعدة مالية مساعدة للفقر مساعدة للعمل وأنت تطلب طلب غريب جدا ائذلي بالزنا تريد إذنا من السماء بالوحي بالزنا فزجره القوم فإذا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أعلى سلطة في المجتمع سوف يقوم يقول اتركوه اتركوه فقال ادن مني تعال فدن منه قريبا ثم جلس جلس هذا الشاب أجلسه النبي الكريم بين يديه انظروا إلى الرحمة الرحمة وإلى الديمقراطية وإلى الحرية التي كان يتمتع بها النبي الكريم ويربي بها صحابته فجلس الشاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا هذا أتريد أن آذلك في الزنا قال أي نعم قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله في ذأك فقال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا الناس يحبون لأمهاتهم هل يعقل أنت تكره لأمك والمرأة التانية أنت غتبت مشاعة تفسد معها هي أم آخرين فقال أتحبه لابنتك قال لا والله رسول الله جعلني الله في ذأك قال ولا الناس يحبونه لبنتهم فكل النساء إما أمهات وإما بنات ثم قال أتحبه لأختك قال لا والله قال أتحبه لأخوات الناس لا يحبونه أيضا لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا قال ولا الناس يحبونه لعمتهم فقال أتحبه لخالتك قال لا قال وكذلك الناس لا يحبون لخالتهم وذكر له النبي الكريم جميع النساء المحيطات لأن المرأة أي مرأة في الشارع إما أن تكون في سنك كسن أختك في مقام أخت آخرين أو صغيرة في مقام بنتك بدات الآخرين أو كبيرة في مقام أمك أمهات الآخرين أو عماتهم أو خالتهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدر هذا الشاب وقال له اللهم اغفر دنبه اللهم طهر قلبه اللهم حصر فرجه سيدنا النبي حاوره وأقنعه ولم يلزمه بقوة وإنما وضع يده الكريم على صدره حلة البركة لأن هناك البركة لما يضع النبي الكريم يده على جسم رجل أو مرأة فإنه يعطيه البركة وهكذا الصالحون أيضا هناك الصالحون والعلماء والمحدثون أيضا إذا وضعوا أيديهم على المريض تحل البركة قال اللهم اغفر دنبه اللهم طهر قلبه اللهم حصر فرجه فقام ذلك الشاب وقال والله لم أعد ألتفت إلى شيء من ذلك قال كأن ربي عز وجل كره إلي هذا الزنا وجعلني طاهرا مطهرا هذا أسلوب كيف كان يتعامل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الشباب وكان يسعى إلى أن يبني مجتمعا متماسكا مبني على العلاقات المشروعة والأخلاق الفاضلة بين أبنائه هذا ما نريده أيها الأحباب الكرام نريد مجتمعا فيه شباب لهم الصلاح ولهم التمسك بالقيم وعندهم الطموح للعمل والتكوين المستمر لنساهم جميعا في بناء غد أفضل ولهذا السؤال الذي أطرحه على مسامعكم وأرجو منكم أن تشاركون في الحوار والنقاش ما هي هموم الشباب ما هي أهم مشاكل الشباب وكيف يمكن أن نساهم في الإصلاح أي دور للشباب في تنمية المجتمع وفي تنمية الوطن لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله